تنفيذاً للقوانين الموضوع في النظام الداخلي للبرلمان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي استضافت في القاعة الدستورية داخل البرلمان وزير الخارجية لمناقشة ما تم إنجازه من المنهج الحكومي ومناقشة أبرز المعوقات التي واجهت الوزارة تم شرح السياسة الخارجية للحكومة العراقية الحالية والسياسة الخارجية المتعلقة بالمنهج الحكومي وكيفية التعامل مع المنهج والمبادل المطروحة في المنهج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية وكانت هناك أسئلة ومداخلات من سادة النغاة نقاط عديدة تم الولوج لها في استضافة اللجنة أهمها القضية الخلافية حول أسماء المرشحين لشغل مناصب السفراء في البلدان الصديقة والآلية التي سيتم طرح الأسماء فيها والتي من المفترض أن تكون في جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة حسب تأكيدات النواب فيما يتعلق بالسفراء وقامة السفراء وملاحظتنا أن بالنتيجة لا بد أن يكون السفير هو واجهة للعراق وواجهة للدبلوماسية العراقية لا بد أن تتوفر فيه الصفات الواجب توفرها في شخصية السفير مجلس النواب أيضا معني في تدارس السيفيات لهؤلاء المرشحين لموقع السفير وعلى مجلس النواب أيضا أن يصوت عليهم واحدا واحدا وليس بالمجمل لمناقشة كل شخص على حده ومناقشة إمكانيته وتفاصيل العلاقات الدبلوماسية حول الحوار الاستراتيجي بخصوص قضية المياه مع تركيا وإيران كانت باللجوء إلى المجتمع الدولي فهو الحل الوحيد لحل هذه الأزمة خصوصا أن زيارة الوفد العراقي لتركيا لم تسفر عن شيء ضمن الممارسات القانونية استضاف البرلمان وزير الخارجية والكادر المتقدمة في الوزارة لمناقشة ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي والوقوف على أبرز المعوقات من داخل البرلمان العراقي محمد فراس قناة التغيير